اشتركوا في القناة وقت ما عيطنا له موجود فهنا تأكد بأنك غدي تكونك تضيع الوقت في حياتك وبالتالي كتتعلم مهارة سميتها إلا إلا بطريقة ديبلوماسية اللي غديك يتعلم فيها الآخر وتيفهمك بأنه عندك وقت مخصص لك من بعد تكلمنا على عمود الخيمة اللي كانت بتوه في الوقت ديالنا بالمعنى ديال عندي مثلاً أربعة خمساحة ثلثمانية ديال السويع ديال وقت محدد هذا كتابت اللي ما ممكنش لها أنني نحركه في اليوم ثم كين الأوتاد ديال الخيمة اللي كل مرنا نقدر نبدلهم يعني مثلاً ساعة ديال الرياضة بعد أنه بات مواعيد أخرى خارجية غدينا مشي مثلاً نقرأ كتاب معي ممكن أنني نبدل في هذه الأوقات وبالتالي ندير الإدارة ديالها في وقت محدد سبيكة من الذهب مهمة جداً إلا بغيت نحصل عليها وأنني نفهم ديك المصفوفة دي المصفوفة دي ستيفن آركوفي واللي تكلمنا عليها على العاجل والمهم والعاجل والغير مهم والغير العاجل ولكنه مهم ثم الغير عاجل ولكنه كذلك غير مهم فهذا ضرب عادل الخانات الأساسية كل ما حطينا المهام ديالنا والأشياء اللي احنا بغينا نقوم بها قد ما كنعرفوه نديروا الإدارة ديال الوقت وتكلمنا كذلك على القدرة على ترك مسألة أساسية وقوة إلا مثلاً عندي بعض الأمور اللي أنا غدي تضيقني أو بعض الأمور اللي غدي تعطلني على إنجاز أهداف معينة أو تحقيق نتائج معينة فالقدرة على ترك أساس وقوة أنني قادر نشد واحد الحاجة ونطلق حاجة أخرى ماشي مشكلة نخليها تنعود نوصلها ونديرها في وقت آخر وتكلمنا على مهارة مهمة جداً وأننا نعطيه لرأسنا الوقت فيما يتعلق بقانون التدرج اليوم أريد أن نتكلم لكم مشاهديه على مهارة بسيطة جداً ولكن عندها عمق فيما يتعلق بإدارة الوقت أو فن إدارة الوقت البحث عن الجودة قد يكونوا شنو علاقة البحث عن الجودة بالوقت أي نعم الإنسان اللي في عوض ما يمشي بدي يقلب على بعض الأمور في حياته ديال ونجرب كل شي باش نشوف أو باش نتسمر أنا درت كل شي وجربت كل شي لا بحث على الجودة قلب على الأمور اللي فيها جودة ومزيانة فوقش ما بغت تكون هذي الحاجة هذي كيف ما بغت تكون هذي الحاجة هذي قلب عليها المهم أنها تكون عندها جودة لأنها تختصر عليك الوقت بزاف طبعا الحال سواء في المشتريات سواء في اختيارك مثلا الأماكن العامة اللي بغيت تحضر لها أو مثلا الكتاب اللي بغيت نقراها أو الأشخاص اللي أنا بغيت نكون معهم في حياتي وبغيت نتعلم منهم دروس اللي أنا بغيت نقرأ مثلا في مجال معين فنختار دائما الجودة هكذا سنعرف كيف نختصر الوقت وبالتالي كتكون فرصة أنني ننضم الوقت دياري من أجل فن إدارة الوقت بإتقان وهتيك نقوله طبعا الحال باش تكونوا من الفائزين فكون أنت الفائز إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والشراك لقناة شادا تيفي مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد مع شادا تحل المشاهدة شادا أول قناة فنية بالمغرب